اشتركوا في القناة امتنى الله عز وجل به في كتابه على أهل الجنة في موضعين أن امتنى عليهم بذهاب الحزن يوم القيامة المؤمن إذا عرض له شيء من الهم والحزن خففه بما جاء في شرع الله عز وجل من الإيمان بالقدر وكثرة قراءة كتاب الله عز وجل والدعاء والتقرب إليه جل وعلا بالطاعة وأختم بحديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك فيما رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا في سبيل الله فإنه يطرد الهم والحزن الجهاد في سبيل الله ليس المقاتلة فحسب وإنما المجاهدة مجاهدة النفس واستصعاب السهل أو وتسهيل الصعب عندها فإذا جاء قيام الليل جاهد المرء فيه نفسه وإذا جاءت قراءة كتاب الله عز وجل جاهد المرء فيها نفسه وإذا جاء طلب العلم جاهد المرء فيها نفسه وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى رجلا يمشي في طلب العلم قال هنيئا لهاتين القدمين فإنهما اغضرتا في سبيل الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فمن جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل فإن الله سيدهب عنه الهم والحزن لذا قال إبراهيم ابن أدهم إننا في طاعة الله عز وجل التي نعمة لو علم عنها أبناء الملوك لجال دون عليها بسي وقال تلميذه سفيان بن سعيد الثوري إننا في طلب العلم في نعمة أو في لذة لو علم عنها الأغنياء وأبناؤهم لاشتروها منا بأغلى الأثمان وما ذاك إلا لأن المرء يرزق في الطاعة لذة لا توازيها لذة ويجد فيها سعادة لا توازيها سعادة ولكن ذلك لمن صدق مع الله عز وجل وعني بعبادة السر روى الحاكم وأحمد في المسنل بإسناد حسن من حديث ابن مسجود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك النظر إلى ما حرم الله وهو قادر ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان ومن وجد حلاوة الإيمان هانت عنده كل مصيبة وكل تكثر في هذه الدنيا عز وجل مصيبة من فكل متكثر فيها بإيطاني